اشتركوا في القناة يمكن انا بقالي فترة ما بكلمش حاجات طبية يعني انما اخر مرة كلمتي فيها معاك وانا بنتكلم عن التكنولوجيا انت كنت جايبها من المانيا وكنت جايب حاجة وهمية كده اتفرجت عليها عندك كمان في العيادة كان اسمها الفراولايا دهو ستروبري تمام جهاز ده فكره فكره مش نسيه لان كان ساعتها كان حاجة وهمية يعني وكان بيشتغل على كذا محور وكان يعني بيشتغل بشكل كبير ومحترم جدا هل التكنولوجيا وقفت عند ستروبري ولا في حاجة تانية كنت بتجيب دايما لأجهزة من المانيا صح؟ مضبوط حقيقي تمام ولسه بتجيب من المانيا؟ طبعا احنا اول حاجة يا بسنحنا راحلين الجهاز الفراولايا التكنولوجي الانجليزي والالمان دايما تطور تمام فعلا بعد الفراولايا عملوا جهاز اسمه زيرونا زيرونا اه زيرونا ده جهاز امريكي اه فبدأ الاتحاد الاوروبي يغير من منافسة تحت الأجهزة حلو فبدأ الالمان نزلوا جهاز فراولايا 2 اللي هو ستروبري 2 ستروبري 2 بقى احدث منه طب الله لحاجة محترم ده بقى بشي ميزة ده يعطبها بديل شفط الدهون بديل شفط الدهون شفط الدهون شفط الدهون اللي هي العملية العملية اه طب بدلها ازاي حلوة اوي حل عندنا نفتين اللي عبوا عليهم الالمان او الانجليز عندهم مشكلة تستمي بداية الزيت فقالك ان نتيجة الخلايا الترانس او الدهون الترانس اللي هي دهون الضرق بتنشغل جدها في الجسم تمام يأكل اي اكلها جسم مزيد الجنك فود اللي هما بيأكلوه يعني اللي هو الاكل الهامبرجر بقى او البيتزا والحاجات دي الحاجات السريعة مظبوط دي بتعمل دهون على طول مظبوط فعلا هما فعلا هما اكيلة اه وبتدا اوزانهم بيزين شفناها فبدأ الاتحاد الاوروبي يركز قوي في عملية استمنح من امراضها كتير جدا تمام فعملوا جهاز اسم كرايو السابت القصطي وانا كل جهاز بتكلم عليه بتكلم على الاصل مليش علاقة بالاجهزة الصيني او اللي تحت السلم تمام ان فيه فرق ايبر جدا الجهاز الانجليزي بتخيل الانجليز والالمان عاملوا جهاز واحد مع بعض بتخيل الفكرة قوطة عاملة زي اسمه ايه بقى اسمه الكرايو او كرايو او ده وصفته تجميل الخلايا الدهنية ده اللي هو بديل الشفط الدهون اللي هو زيه زي الزرونة زي زي الزرونة كده يعني ايه بديل شفط الدهون اللي انا عرفه شفط الدهون اللي دي عاملية الواحد بيتخدر فيها بيخش الدكتور ما بين الجلد وما بين العضل اللي هو الطبقة اللي فيها الدهون دي وبيدخل زي حاجة كده زي المعدن بتبقى سخنة بتسيح الدهنة وبيشفوتها في نفس الوقت بتنزل في كونتينر ده بديل وازاي حلو الخلايا الدهنية بتبقى نشطة في الجسم اي حاجة في الجسم منها فيها تمثيل غزائي تمام من ضمنها لخلايا الدهنية تمام فبلق العلماء قالوك ايه هنعمل تجميد لخلايا الدهنية لخلايا الدهنية بتجمد إلي بيحصلها مفيش لها تمثيل غزائي اه يحصلها دمور في خلال أسبوعين لثلاث أسابيع اجمدها اجمدها يعني بدل ما سخنها عشان تتحرق اجمدها اعكسها بقى بربع عليك بدل عندنا نظرتين نظرية تسخين لحرق الدهون اه وفي نظرية حاليا تطور حادث تجميد تجميد الخلايا الدهنية فبالتالي بتموت ما بقاش ليها لازمة متعرفش تستوعب اي حاجة وتموت مفيش اي امداد لها لا تمثيل غزائي ولا اي حاجة بيحصلها ضعف 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 في خلال الأسبوعين ثلاثة يبدأ جسمي يتعامل معاه بسهولة جدا اصبح الجوز ده ضعيف من الخلايا الدهنية الهضد اللي الفراولية تشتغل هوب مع السلامة طلع الخلايا الدهنية برا مم بيبدأ نبدأ لما تقوية العضلات من 70% من حرق الدهون الكتة العضلية تمام هنا بقى اللي هو الفراولية تو يعني احنا عملنا الكرايو جميدنا الخلايا الدهنية خلاص 20% من منطقة دي تمام من دون خلصة منها خلاص تمام هبدأ أستخدم الفراولية تو طيب انا عندي سؤال بس قبل ما تخش على حكاية الفراولية تو والكلام ده هل فيه تراهل بيحصل في الجلد لان احنا عارفين لما بيبقى البني ادم الكتلة بتاعته اكبر سنة وبعدين بيخسر وزن بيحصل فيه فرق ما بين الجلد وال فبيحصل تراهل هل هنا لازم تدخل جراحي ولا فيه حاجة تشد الجلد ده حلو قوي الشد الجلد عندنا حاجتين الفراولية تو والزيرونة الزيرونة احنا ده الزيرونة اللي قدامنا ده الزيرونة اه الزيرونة ده وظيفته ان هو بيعمل شد الجلد بيعمل شيب بينزل الكولسترول للدار الافضل من كل ده ده جهاز امريكي اه وعمل طفر غير عليه بس ده بيشتغل ازاي يعني انا انا شايف حاجة زي عارف انت لما الاطفال لما بتنام من فوق السرير بيبقى ايوا بيبقى ايوا بيبقى بتاسل في حد الموسيقى اه يعني هل كل دراع من دول ليه وظيفة مثلا لا اهو عبارة عن ست دراعات مع بعضهم اه عبارة عن ليزر قوي جدا ليزر اه بياخد اريا كبيرة جدا ده بقى بيسخن اه عكس الكرايو اه الكرايو بيجمد اه يعني دي 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 التكنيكة الاولاني اللي اولاني اللي بيكلم عليها كان شغال على طول من زماني اه مظهور ده يخش يسخن الدهون فيفتتها 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 على طول فيناس تستشان فيناس تجار تباعتنا ياه ست جلسات ورا بعض في اسبوعين بيجيب نتيجة مذهلة كم سنطي؟ يعني انا ضد كم سنطي ليه؟ اولا حاجة احنا عندنا ممكن انزل البيشن في الجلسة سبعة ثمانية سنطي شيري بكباية مية اكل اي اكل اي اكل ارجع اتالي اعملنا شوية استاونا بيحارف ايه شوية تعرق بقى سبعة ثمانية سنطي تمام وروح ازوء المزورة شوية تمام صح اللي بصح صح اللي بيحالة وحالة ايوه ايوه مفروك ايوه الله يفتح عليك انا بعتمده على الدهون يعني مثلا انا جال لحالة دعملها تقييم عندها مثلا تلاتين كيلو دهون زيادة التقييم دي على فكرة برضو حاجة مهمة اوي اللي يروح عند الدكتور حاتم النعمان في العيادة هتلاقي نفسك بيستقبلك اوه ما بيستقبلك كده بيدخلك يوقفك على جهاز كده تخش تمسك بييدك الاتنين ايوه دهاز متقلع على الجهاز مع الفكرة تبسك بييدك الاتنين فاكر انا ويقول لك بقى اساسمنت كامل يعمل لك تقييم كامل لجسمك نسبة المية في جسمك قد ايه كتلة العضلية قد ايه كتلة الدهون قد ايه كلام ده يعني حاجة المعادن كمان اه المعادن قد ايه في حيث ان حتى لما يديلك نظام غذائي يديلك نظام غذائي مناسب لجسمك طيب هناخد فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نعرف بقى طيب بعد ما اعمل عملية التخسيز دي او خلينا نقول تفتيت الدهون دي هل ترتد تاني ولا لا هل اي حد يروح عند الدكتور حاتم يعمله عملية تفتيت الدهون على طول ولا ممكن لا امشي بنظام غذائي واشوف الدايت يبقى شكله عامل ازاي وشكل الجسم يبقى عامل ازاي مع الدايت كل ده انا عرفه ولكن بعد هذا الفاصل رجعناكم تاني بعد هذا الفاصل ولسه الدكتور حاتم نعمان موجود معانا قبل الفاصل كنت باسأله لو حد دلوقتي عمل التخسيس بالفراولاية والزيرونة اللي احنا شوفناها عفاكرا احنا بنقول اسماء الاجهزة وبنوريكوا شكلها علشان محدش يستغلكوا في انه يقول ان ده الجهاز اللي جاي من امريكا وده الجهاز اللي جاي من كذا هو اصلا جايبه من اي حتة وتلاقي نتائج تانية خالص عشان كده بنوريكوا الاجهزة لو حد استخدم او عمل خس هل بيرجع تاني لو اكل بقى باي طريقة يرجع ايدخن تاني في نفس الاماكن اللي هو خس حلو قوي السؤال ده هل عندنا الاغلبية العظمة ياكل اكلة بسيطة جدا ويتخن اه بيلك انا بيقل طبق اصلا ما بتحركش ما بتحركش فالحرق بتاعه قليل مظبوط كده امام او عنده تحويل الاكل الطاقة ضعيف تمام يا تيجي ايه اني عنده مشاكل في الكلة في الكابل اعطاء الداخلية في الجسم احنا وظيفتنا احنا بنشغل كل الامكانيات دي يعني ايه يعني انت بتتدخل انت بتنشط الكبد مثلا بنشغل الكبد بنشغل الدورة الدموية بنشغل القولون يعني واحد بيأكل كتير او مبيتخنش صح كنا بيلاقي الحاجات دي في اه وفوحة تاني يكون القولاي اللي يتخن صح الفرق بينهم درجة حرارة الجسم ياه يعني القولون عند ده اللي مبيتخنش اه اربعين درجة مقوية مثلا التاني عنده عشرة درجة مقوية احنا وظيفتنا احنا نخلي العشرة ديت اربعين اه فخلص بقى يبدأ يأكل اكل الطبيعي بتاعه اللي هو بيأكل في البيت خلص فتمثيل غزائي يبقى اه عالي بشكل كويس اه وعدم تخزين الاكل ما يخزنش بقى اه يا موكبات التاني بقصانة يخزن اربع في المية ع الفاضي ده اللي هو اللي اه بص جايب لك هنا الفرق طبع ده فيديو امريكي اه جايب لك فده يحربه الشفت وتأثيره اه وجايب لك انه اللي زرونة دي زرونة دي دي الدرعات اللي انت كنت بتقولي عليها دقص مضبوط اه بص اينا شغالة على الجلد شغالة على تفتيت الخلايا الدونية ده العمي ده ليزر ليزر ما يحرقش اقوى ليزر في العالم بس ما يحرقش خلص اه بص انا شفت ناس طلقت من جلسات ليزر وشها تلاقيه مش هوه تلاقيه مش عارف اللي بطن ليزر مضروب ليزر مضروب الليزر ما بيعملش اي كلام دي كله ليزر القصبي اه تحت تقنية علمية سليمة ما يحرقش الجلد خلص ما فيش قصر تقنية ولا كلمة كولد ليزر دي اصلا يعني كلمة كولد ليزر كولد ليزر ليزر ساقه اه 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 بيخش يفتت الدهون بس يعني بيشتغل على الطبقة اللي تحت الجلد يبتدي يسخن تحت الجلد ما يحرقش الجلد نفس خلط ولا جلد بيحصل له اي حاجة تحت الجلد والدهون العميكة كمان خصوصا بيوصل حتى بص تلاقي طبقة زي حتى الدهون العميكة ده هنا بقى ده الفرق بين الطبقتين الطبقتين عملت استوشان هنا وعملت الجلدة هنا الجلدة استوشان هنا مثلا جيبلك البديلة ما بيحصل لك عشفت ولا عاجة بيحصل الجسم مضمور ايه خلط بالك بيحصل الجسم هي حبتان ايه صح الجسم صح بيبهد ايوه يعني تلاقي حتى في بعض الناس بتعمل كده تدخل جراحي بتلاقي وشها النظارة بتاعتها راحت مضبوط بتلاقي هو خاس بس شكله تعبان فقط معادل فقط فيتامينات حالة مزاجات سيئة اه بقاشت يركز زي الاول على فكرة صحيح الطاقة بتاعته بتقل اي مشهور بنزاله بقى معاناة فالعملية دي تعمل اشخاص معينة بنتيجة معينة مش اي حد يعني ما يفعشت بحد عندها اشتين سنة تعمل عملية حرام طب نرجع تاني عشرة كيلو عشرة كيلو صحيح حرام نرجع تاني نفس السؤال هل اللي بيعمل العملية دي يرجعلك بعدها بفترة يقولك لأ ده انا ارتديك تاني او جسمي زاد تاني حلو قوي لو عمل التعليم اللي هنقوله شرطين ايه؟ ما تاكلش وتنام لمدة يعني ما يكلش اكلها دا سما وينام ما يعيش اسبوع وارع بعد يأكل اكلها دا سما وينام طبيعي الخلايا دونها تتكون تاني طبعا طبعا كده او ما يكلش حاجة حلوة عد الاكل على طول ما يكلش حاجة حلوة بعد الاكل على طول ليه دا احنا على طول بنحلي بعد الاكل ما دا اكبر غلطة بقى سواء فكهة او غير فكهة على فكهة ليه؟ ليه لو انا كلت اي سكريات بعد الاكل الجسم عندي ملكز في حرق الاكل انا كلته طبعا دخلت السكريات وقولك الله ما انت هتعز عني هتخذن بقى ايوه هتخذن دا شوات سكر حلوية السكر ايعل في الدم يتحول الى دهون بنقول لا بعد الاكل بساعة 2 و3 ساعة كل حاجة حلوة يعني حتى لو فكهة حتى لو فكهة يعني يعني الصديسة قافة اللي احنا اه تغدة وبعد يعني شرب الاول مثل غدى اه وبعدين بقى لازم شوات الفكهة دي يعني بزتت له فعزومة يعني لازم اه لا كريم كراميل لازم الجلي لا والله ابدا حلوة يعني بسبوسة كنافة اه الجلي عادي على فكرة الجلي عادي جدا بس حلوه برد؟ اه حلوه بس حلوه الجسم تخلص منه بسرعة فعلا يعني جلسة ورصية عندي تخلص منه بسرعة جدا ولكن اي حاجة مستقلة بعد الاكل يوزبر ساعة ونص ساعتين ساعة ونص ساعتين يعني لو هاكل كنافة بزبوسة اي حاجة من الحاجات دي بعد الاكل بساعتين ساعتين الزلع او كان الحاجة حلوه بعدها عرصوه يشرب ارفة وتليو خلص الموضوع لك ارفة؟ وتليو يديا ده ولا دين على بعض؟ مع بعض يوم ارفة وتليو على بعض؟ على بعض يوم يبقى عملت حلقة السكر في الدم وعملت ايه؟ دراني بورط طبيعي ايه ده ده؟ دي معلومة جديدة دي اه يعني الارفة والتليو بعد الاكل يساعد بعد السكريات بعد السكريات اه يزبط معاك الدنيا يزبط معاك الدنيا تمام يعني اذا النصايحك لو بعد انت ما عملت مثلا اشتغلت بالزيرونة او الفراولاية اتنين عايز اشوف الفراولاية اتنين دي لا لا حالا يعني لان انا فراولاية واحد كنت موهوم بيها اه لا التاني بقى عالق والتاني بفي ناس الجلسة على فكرة يا بتاني مريستشين بتاعك عبر على عشر دقايق يوم بتخيل المدة عشر دقايق بس عشر دقايق الجلسة بتاعك بتقوم بتلاقي فرق فيش شيء بنفسه فعلا وبتبيجي انا عمل بقى ايه الانباضي بتاعي والتحليم بتاعك فعشر دقايق في عشر دقايق اشوف اختلاف اختلاف فعشر دقايق بدون تدخل جراحي بدون بنجي بدون ايها ايدي حاجة ممكن حتى ايه جيبي البط نعمل في النص ونسيب النص التاني لا ارجوك ايوة حتى في المطب حتى في المطب شهلا ها اتلاحظت بين ايه يعني انت عملت اريا معينة اه و اريا لا في نفس الساشر اه في نفس الساشر حتى لا في فرق جامد سواء الفراولاية اسوء او الكراي او او الكراي او او الكراي او القوانس بتحدد ازاي يعني حركة مريض داخل عليك يعني امتى تقول جميل ده سبايدر ده زيرونا لا ده امشي على نظام غذائي جميل او بس انا شفتك عملت ده اه يعني شفت في لس دخلتلك مرة كنت قاعد معك في العيادة اه دخلتلك وبعدين ايتهم طالعين بروجيتة نظام غذائي بس قلتلك ليش معنى ده يعني نظام غذائي وده جهاز يعني في واحدة عندي لو دوته نظام غذائي وشوية الرياضة اتخذت معايا ان خلايا دهنايا سهلة جدا يعني عنده ملعبش الجسم كتير اه ما عملش ارزم غذائية كتير ما عملش ادوية ملعش اي لذمة ما عملش ادوية ملعش اي لذمة ما عملش ادوية ملعش اي لذمة انت بتعرف الهيستوري بتاعه اه طبعا لازم او ما عملت قد ايه عملت كتير طب ايه اللي حصل نزلت ثلاثين واردعت قربين مش هكيفيه لي اقتصف كلها مبدأوا عكد اعمل التخشيط بتاعنا الان باضي احدد المشكلة اللي عنده في ناس معينة اديها مثلا كرايو بس في ناس معينة اديها كتير كومبيليش من الاجهزة في ناس معينة نظام غذائي وشوية الرياضة وشوية الرياضة كتيرها هتخس تمام قصة لو السن استغير تمام يعني انا بتختلف معايا ولا بعمل نظام غذائي على الكمبيوتر وقعد معايا بشارقة مطبوعة وخدوة سماعين انا فاكر انت كنت حتى كنت يعني عملتها معايا القصة دي قعدت تسأل انت ما انت بتحب تاكل ايه طب ايه الحاجات اللي انت ما بتحبهاش عشان ما تحطهاش داخل النظام غذائي عشان ما بقاش متضرق يعني مش باكل قليل وكمان متضرر يعني اللي ما بقى كلمة اكل قليل دي اكبر غلطة اه انت قلت لي ساعاته قلت لي لازم تاكل ست واجبات في اليوم مزبوط صح فاكرها انا القصة دي بس الوجبة مش يعني حلة محشي يعني الصمرة ممكن احيانا صمرة الفاكهة دي تبقى وجبة يعني هي ما بين الوجبة والوجبة للنظام الغذائي كل واحدة على فكرة فيه شفتها كتير ايه دكتور واحدة خست بنظام ريجيم انت عاملهولها مثلا وبتاعت واخد الورقة بتاعتك مديها الواحدة لصحباتك خدي يا سعاد اهو النظام اهو ده اللي انا خسيتها ايه طب بتخسيت مابتخسش صح لا حقيقي اللي الجسم ده غير جسم ده الجسم ده متقبل اكلات معينة مثلا نقصة الكروم الكروم ده وظلت ايه تنظيم السكر في الدم انا بزود الاكل بتاعها في الكروم البروكلي بقى الارنبيل حاجات معينة شربة عس تمام فبتعوض لها الحاجات اللي جسمها نقصها لا اطلع يبدأ جسمها ايه يشتغل يشتغل يبدأ ايه يحرق الدونة الجديدة ودونة القديمة مع اشوات الرياضة حتى تفايل عليها تمام ورياضة عندنا مش رياضة للجمزة ثلاثين خمسة واربعين دقيقة بكتلوا اينافوا على كده لان او لقبت اكتر من كده وبطلت الرياضة هاتخان تاني صح تلاحي دي مش كده هبنوعها فيها صح للأسف الناس بتلعب الرياضة جامد 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 جدا وبعدين ما بتقدرش تكمل بنفس الطريقة دي يبطل يرجع يرتد تاني يرجع يتخان بشكل جديد دي بقى المشكلة بقى وده بقى اللي بتاخد معها الاجهزة يعني حالات زي كده بقى تاخد معها اجهزة معينة اللي بعد عملات السيدات بعد عملات اللي هي ولاد الكيساري عملت مرة واثنين 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 طبعا اللي بطلت عندها متقطعها تمام حصلت ضعف عضلات بابدأ الاول تقوية العضلات تمام بابدأ اعمل تفتيت الظهون تمام الناس كلام اختقت ان هو او ما عملت تفتت اه لا الاول طبعا لازم العضل عنده بتساعدني سمية سمية بس نسبة ايزا يا دكتور اكلامكم كنتها الامانية اه انا مثلا روحت النهاردة لدكتور حتم اعمل نسبة سعجل النتيجة حلو يعني انا روحت النهاردة لدكتور حتم دكتور حتم لو سمحت انا عايز اعمل نظام غذائي تمام اه انا شفتك على فكرة انت اه وشفتها دي اه فاكرها يعني كنت بترفض حالات ايوه الحقيقة دي شفتها يعني شفتها طب ليه يا دكتور ده يا راجل جاي يدفع مش عايز فلوسه ليه لان هو مش ملتزم كلمة صدمتني يعني ايه مش ملتزم يعني عمل نظام غذائي وبعدين انت اكلت بالليل لا لا اكلت بالليل اه اكلت بالليل طب انت بقيت تعمل كذا اه بقيت تعمل كذا فا اه واعتقد بتدوم ثلاث فرص مظبوط بس انا تكترى فاكرها فاكرها لحد ان اعرى مظبوط فاكرها بقصة دي اه هنا بقى انا دلوقتي راجل مش ملتزم ومش اه بس عايز اروح الدكتور بس مفيش نتيجة ده هنا النصيحة ايه؟ حلو اوي مش مرتزم في نظام الغذائي فيه مشربات معينة بساعدنا اوي فيه نظام اكل بساعده 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 اكل معين بيحبه هو هبدأ ازود دهوله بابدأ استخدم بدل ما استخدم مثلا استشان بتاعنا 20 ديئة لا اخليه 40 ديئة هزود عملية التمثيل الغذائي وتمثيل الدهول تمام يبقى لك كده هكسبت معاه اوي نتيجة الاجهزة مع نظام الغذائي اصرع من نتيجة العمليات ازاي؟ هتحداك ازاي؟ يعني حلو واحد عايز سنة 30 كيلو تمام 30 كيلو مثلا في ثلاث شهور اربعة شهور حلو حسب السن بتاعها اه لو السن اكبر ممكن نوصل لا اعلى مشوية في الوقت تمام يبقى انا نزلتها بدون اي جراحة نزلتها بالاجهزة بالنظام الغذائي اللي دي هو ده مفتاح الخسان اصلاك قوة ده تتخيل المعدة يعني ايه مش معنى كده بتاكلش لا قاعدينك على بفتر الساعة 10 تا الصبح وبادي غدر الساعة 8 بالليل حتدخل حتلق اكلك قليل من جسمنا زكي صح وفي واحد يقولك انا مبفترش وبدخل يعني انا مبفترش خالص فاقد 20% من حرق بتاعه فاقد 20% من حرق بتاعه من حرق بتاعه مجرد انه مفترش مغربة من هم مفترش هم بتخيل فلادم فطار وغدأ وعاشا يقولك انا باك اخر اكلة باكلها الساعة 6 المغرب اه احنا بنهضر لان قالك ليه مفيش حاجة اسمي ده عادة على الاول وقالها ليه بقى مفيش حاجة اسمي كده ليه بقى جسمنا زكي ليه بدأ التاني يوم بافتر على الستة مكلتش هالمغرب التاني يوم بافتر بدأ مسلوقة اللي بدأ دي جسمنا روح يكلبش فيها ويخزينها الى دهون ومية عشان يعوض الفقدان بتاع بعد الساعة 6 مضبوط كده يبقى انا قللت التمثيل الجزائي إدويت التخزين الدهون في جسمي حصلنا ضعف عام في الجسم يبقى احنا بنفتر ونتغدأ ونتعشق قبل النوم بساعتين فيش اي مشكلة خالص قبل النوم بساعتين اي مشكلة خالص يعني انا لو واحد مثلا بينام الساعة 2 بالليل حلو ممكن يأكل حاجة الساعة 12 اه المشكلة اقول لك اصل لهروموناتو هو طالما جسمه استسم على كده بقله زمن طويل اه يبقى خلاص يبقى قبل يعني لو اللايف ستايل بتاعه شكله كده يبقى خلاص يبقى انت قبل ما اتنان بساعتين مفيش اي مشكلة خالص مفيش اي مشكلة خالص خالص الميا اثناء الاكل ما بتتخنش لو بتعمل كرش الميا ليها مصار والاكل ليه مصار دي جزئية يعني انا عرفاها تمام الحقيقة اللي فيها انا شوية الروز الميكرونا اللي ايش امضغ بالراحة النظيم الموجود في بالعوم هيقوم بالواكب تمام اهنا هنا دي بس بعض الصور للمركز بتاعك عشان الناس بس تبقى فاهمة متلاخية اليالة ده الريسابشن ودي الاستقبال تمام ده المكان الانتظار الخاص بالسادة ده طبعا الكوسيت ده القرائل ده الزيرون ده الزيرون ده الزيرون ده الزيرون ألماني وده الزيرون أسباني ده الحاجة الوحيدة المعتربية دولية طب انا عسى لك سؤال بس عشان فيه بس يعني ممكن تلاقي سيدات بتتفرج طب يعني ست حرك دكتور اه وست هتجيه لك طب يعني بيبقى فيها حساسية شوية يعني مين اللي بيشتغل اه في الساشن تمام مين اللي بيكشف بيكشف ازاي حلو نقطة مهمة اه ده جدا انا مثلا مراتي المكان او حد من عندي لازم اقتمن من هيعمل الساشن ده الزيرونة وهي شغالة اه طبعا اه انا دوري بس بعمل تقريب بتاعي بحدد البرنامج الغذائي بحدد البروغرام بتاع الأجهزة ويبدأ يشتغلهم يعني انت عندك قسمين في العيادة طبعا قسم رجالي وقسم حريمي طبعا لازم ده طول عمري كده حتى لا كلها بتستهرب مفيش حاجة عندي لا الستة اللي تعملها لانا برضي امانة عندي واحد بيسيب مراته عندي امانة او بنته او غيره او والدته فلازم الستة يعمل الستة ويدة يعمل الرجال صحيح ها هاتعملين كل القسم الوحده كل القسم الوحده كل القسم الوحده السيدات للسيدات والرجال طبعا دة لازم Anna مين الاصعب في التعامل او الديون اصعب يعني في النزول او بيدي نتيجة اسرع خلينا نقول الستات او الرجالة الاسرع 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 довольно رجالة الرجالة احنا جمدين الا قطرة الجمدين بقى ها والتفكير والتركيز كنتا دا لأ رجالة بتاعها الأكتر ولكن الستيت عندها مشكلة ظروف بيتها وشغلها وكده فما قاش مهم ده عشان شكل الدهون أو نوع الدهون ولا علشان هي عندها ظروف تمنعها من أنها تبقى ملتزمة أكتر الاثنين الهرمونات اللي عندها بتتغيرها كل شهر طبعا تجيب البروت بجلعة بأثر معنا في التمثيل الجزائي الرجالة لأ رجالة أي حرقة معناها مع الكترة العضلية بتاعته يبقى حرق بتاعته عالي أنا هو رجل من المعاية تركيله ست من المعاية 8 ياه أه طبعا طب فرق كبير جدا فرق كبير أه رجالة خمونة عن لساء كده أنا مش هروع نار في دي كبال طيب نحت الجسم كانت موضة سمعناها كتير قوي أن حد يقول لك أنا عايز هروح هنحد جسمي طبعا فيه ده كترة محترمين وفيه يعني مش عايزين نخش في هذا الأمر إنما شفنا مضاعفات كتيرة جدا للقصة دي وشفنا إن الدهون نفسها أو خلينا قولة سيلز ما بتبقاش موجودة وابتدت الدهون بعد كده تتكون حوالين الأورجنز أو الأعضاء الداخلي بتنصح بإيه في القصة دي أو اللي بيفكر دلوقتي طب أنا عايز أخس عايز أخس الأول أروح للدكتور حاتم ولا الأول أحاول ألعب رياضة الأول أروح للدكتور حاتم ولا أحاول أنظم أكلي ولا أروح للدكتور حاتم ولخص وخليه هو اللي يكتب لي القصة شكلها عامل إزاي أولاً أرحنا كل جسم مختلف على التالي يعني مجتنى تتعامل نظام جزائي تتين دلع عاشرة وعشرين كيلو وترجع تتين دلعاة وعشرين كيلو صح اللي بالصحة دي مشكلة من قبلها لو هو عنده القدرة مش في مجزام جزائي هو اللي عامله مش كله بروتيني وكلام ده مع القتين تدى مقرب المشامل مع القتين تلاتة شربة مع القتين تدى روز وهو متأقلم على كده وجيته ومبدأ ينزل يبقى أبرضه عليه وما يخدش أي أدوية من أي حد غير متخص ما يخدش أدوية أنا الموضوع ده تعبني على فكرة كيف يكون بأمانة الموضوع ده المشكلة أي هببي أدوية لأي حد ليه مشكلة عن نت ولا في الجمع أو غيره يأخد عين أدوية كلها كافين آه بطرع المنوع دوليه ما هو يقولك ده شاي أخضر مثلا يقولك الشاي الأخضر بيساعد على الحرق فتاخد كوبسولات شاي أخضر الشاي الأخضر بيساعد على الحرق يعني آه بخذ بفجأة دي عنده وكمان الشاي الأخضر اللي موجود هنا مش الشاي أخضر الأصلي أصلا يعني فرده ثالث أو فرده رابع مفيش شاي أخضر في المنطلة العربية الأصلي تمام كله بباعه فيها الأصلي تمام يقول التاني الشاي الأخضر هو هو الشاي الأحمر بتاعنا ولكن فرق الألوان مضادات أكسدة بس بس أعمال إيه حكاية الشاي اللي أخضر بيخسس دي لأ كله ده طلعت موضع عشان هو بيعمل إضرار بول آه وعشان بشربوه من غير السكر والسكر اللي في الشاي بيتخن الله يفتح عليه إيه حفوض نشرب الشاي الأحمر بتاعنا مغير السكر الطبيعي لو شربناه من غير السكر هو هو مش هيتخ هو هو فيش أي حسة التمثيل الجزية أو الكابتولي السلق كل الإرفة بالزنجابيل ده خطأ جدا على القلب ياه جد كارثة كارثة وعملينها وكاد منتشر جدا آه صحيح لا لا كله ده خطأ الزنجابيل واحده والإرفة الواحده الناس ما تبلعش أو تشرب بتبلع بالأكل بمياه غذية لا بلعب مياه عادي جدا مياه بتاع ملكيرش زي بتاع ملكيرش مياه اللي لها سعرات حرارية زيرو ولا لها طعم من أي حاجة وربنا خلق الأكل في المطار والميط مطار تاني هو كل اللي بيحصل بيأخر عملية الهطم مش أكتر من كده بس بقى ناس الطم من هي كل الحياة طبعية كل الأكل بتاع الفكهة ما فيش فكهة ممنوعة قصة المانجة ممنوعة العنب ممنوعة لا أي طب في المانية مثلا النظام الغذائي الرئيسي هصير العنب أحمر قبل كل وجه متخيل وبيخسز نحن المطار أكسادة وبيتامينات حرق دهون كل ده شغالة الحمد بقى بيشكلها العكس بقى ممنوع 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 ليه بدأ المريز يعمل إيه؟ أو الحالة تروح تتاجه لمواد الصناعية صحيح على طول الحاجات اللي بيلاقيها على الانترنت حقوا طبع حبيع مهر ما يحس ليه؟ المخ بيضطه ببروتين سكريات بيضطه كل إحنا محتاجينه فأنا ممنعته من حاجة معينة يدق المخ يضغط 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 لحد ما تلاقيه راح تدخلت هو مرخب كابش وكلها ده اللي بيحصل بيزد بالليلة ده متفاهمش في حاجة بتحصل بالليلة تحسي ما راح ده أنا جعاني والمشوار من السرير للتلاجة بيبقى أنتع مشوار في الكون يعني بتلاقي نفسك مبسوط جدا بيش والتكنولوجيا واضح أن أنا يعني بقى لي فترة بعيد عنها غايب عنها انت وحش نو سايب نوم تقالش عليها في مصر وفي شكيلك المشاهدين إحنا تطورنا تطور إن شاء الله يعني الزيرونا دي حاجة أنا شايف إحنا عندنا أحنا تأجهز على المساء العالم بالنافس دول أوروبية بس أنت تعرفها إحنا الحمد للأربع المئة من أفضل عائط الملكة المساء العالم بسم الله م شاء الله بسم الله م شاء الله عندك أكيد سرتيفيكيتس بتاعت الحاجات دي هنعرضها برضو معنا إن شاء الله في الحلقات القادمة بشكرك جدا يا دكتور على وجودك معنا نهاردة في البرنامج وإن شاء الله كده تبقى دايما موجود معنا بشكرك جدا يا دكتور كده نكون وصلنا لنهاية حلقتكم النهاردة من برنامجكم صوت الناس إن شاء الله في الفترة القادمة هيبقى فقرة الطبيب أو الفقرة الطبية اللي معانا في البرنامج هتبقى فيها كمان تلفونات للسادة المشاهدين هنستقبل فيها تلفوناتكم تيلفوناتكم علشان نبقى زي ما بيقول كده طبيب الناس كان معكم أحمد الشاعر أترككم في رعاية الله السلام عليكم ورحمة الله المترجم للقناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة